اشتركوا في القناة ابقى معنا لتكتشف الأشياء الباهظة الأكثر سخافة التي اشتراها المشاهير والتي ستجعلنا نشعر بأننا أكثر فقرا اعتدنا دائما على التصرفات الغريبة التي تقوم بها ليدي جاجا لكنها الآن قد تخطت كل الحدود فهي مقتنعة بشكل تام أن هناك شبح يتبعها يدعى براين ولكي تتخلص ليدي من هذا الشبح اضطرت لدفع خمسين ألف دولار لأحد طارد الأرواح الذي يفترض أنه يقوم بالكشف عن وجود ظواهر خارقة لطبيعة فهي تؤمن بتلك التخريف لدرجة أنها قامت بالتعاقد مع صائد الأشباح لكي يقوم بالكشف عن الأشباح داخل غرفتها التي تنام بها ثانيا نيكولاس جاج وولعه بالقصص المصورة قد لا يبدو هذا سخيفا لكن المال الذي دفعه مقابل تلك القصص المصورة جعل الأمر يبدو سخيفا للغاية فقد اشترى نيكولاس مجموعة قصص المصورة لسوبرمان بمبلغ مليون دولار وعندما قام ببايعها بأحدى المزادات العلنية حصل على مليوني دولار ومئة ألف فقد كانت تلك المجموعة هي الطبعة الأولى لمجلة أكشن كوميكس والتي تم فيها تقديم شخصية سوبرمان لأول مرة بالطبع نيكولاس هذا عقري للغاية فقدر بحاضع فما دفعه مقابل شرائها ثالثا بيونسيه وسيروال الليجن بالطبع تهشق بعض الفتيات ارتداء سراويل الليجن لكن بيونسيه قد تخطط كل الحدود فقد اشترت لجن بسعر يفوق سعر منزلك الذي تعيش فيه ملوى يفوق سعرك أنت أيضا حيث يبلغ سعر الليجن الذي اشترته مئة ألف دولار وقد ظهرت به مؤخرا خلال أيحدى عروضها الغنائية لكن هل حقا كان يتوجب عليها دفع كل هذا المبلغ؟ في ذلك الشيء الباهظ السخيف والعالم يمتلي بمن هم أحق بهذا المال من الفقراء حقا هذا في غاية السخفة رابعا راتشيل هانتر ومنزلها قامت راتشيل بشراء منزل بحوض استحمام باهظ الثمن للغاية لكنه ليس من أجلها هي بل من أجل كلبها فقد أنفقت حوالي 15 ألف دولار لشراء منزل كلاب من أجل كلبها الذي ينتمي إلى فصيلة الراعي الألماني وهو بالفعل سلالة جيدة لكن أل كانت مضطرة لدفع كل هذا المال لشراء منزل ضخم كهذا لكلبها فهذا المنزل المخصص للكلب يصلح بأن يعيش فيه أي شخص لكن في الواقع يبدو أن الكلب هذا يعيش حياة أفضل من الناس ربما يكون هو الشخص الأكثر نفوذا في الوقت الحالي فقد أنفق قبل أن يتولى كرسية رياسة أكثر من 100 مليون دولار لشراء طائرة خاصة كل شيء بداخلها مغطى بالذهب فقد اشترى تلك الطائرة من المؤسس الشريك لشركة مايكروسوفت بول أيلان ومن ثم قام بإجراء بعض التغييرات بها لتكون ملائمة له ولمكانته حيث قام بتزيين كل سطح طائرة من الداخل بالذهب وقام بتزويدها بالمعدات والأجهزة الأكثر تطورا في الكوكب ثم قام بوضع شعار عائلة ترامب على الطائرة الآن أشعر أنني أكثر فقرا من ذي قبل سالسا بونو وتذكرة الطائرة قام بونو عام 2003 بشراء تذكرة طيران بسعر 1500 دولار من أجل قبعة التي قد نسيها في لندن أجل أعلم أنه قد تخطى حدود السخافة سابعا كاتيموس ورغباتها من الواضح أن عارضة الأزياء تلك لتعرف أين يمكن أن تنفقها مزيدا من المال فهي على ما يبدو مصابة بولع انتجاه الدمى الجنسية فخط كريستيان جيراي لا يملك هذا فقد اشترت تلك الفتاة جهازا إصطناعيا جنسيا هزاز مصنوعة من الذهب بمبلغ 350 ألف دولار بالفعل هذا مبلغ كبير للغاية لدفعه في مثل تلك الأشياء المقززة ثامنا سيلين ديوان ومرطب البشرة كيف تحافظ سيلين على نظارة ونظافة بشرتها لكي يبدو وجهه أكثر شبابا وحيوية بالطبع هذا بسبب مرطب البشرة الذي اشترته بمبلغ 2 مليون دولار أجل لقد سمعته جيدا 2 مليون دولار فقد اشترت سيلين هذا المرطب بسبب أن لاس فيغاس التي تسكن فيها سيلين تتمتع بمناخ صحراوي وجاف وهذا ليس جيدا لبشرة تلك المغنية لكن في الواقع وجهه هذا ملائم جدا لسنها وهذا من أسخف الأشياء الباهدة السخيفة التي سمعت عنها أليس كذلك؟ حسنا يا أصدقاء وإلى هنا ينتهي الفيديو والآن أخبرني إذا كنت تملك العديد من المال أخبرني إذا كنت تمتلك العديد من الأموال فما هو الشيء السخيف الذي كنت ستشتريه فأنا على سبيل المثال سأقوم بشراء المدرسة التي كنت فيها ليقوم بإذلال جميع المعلمين الذين كثيرا ما قاموا بإذلالي حسنا يا أصدقاء لا تنسوا أننا نقوم برفع فيديوهات كل يوم ولا نشترك بالقناة وقم بتفعيل جرس الإشارات ولا تنس أيضا متابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي لكي نكون على تواصل أقرب والآن أود أن أشكركم على مشاهدة الفيديو أراكم بالفيديوهات القادمة إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في قناة جميع الحقوق محفوظة لدى قنواتها التعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة